لكن أهم ما في الأمر أحبائي أولئك أوعك تتلخبط الصراع الديني سوف كان وصوف يبقى إلى مجيء المسيح فإذن حتى الإلحاد هو دياني حتى الغير مسيحيين كمان دياني فإذن هون أحبائي يؤسس وحدة دينية كيف ولا يستخدم السياسة يستخدم القوة العسكرية السياسية خطيب بيعرف يخطب بين الناس متكلم فصيح بيعجب الناس رح يأسس دياني شيطانية وآسف أقول أنه ممكن تكون كنيسة عالمية إن صح التعبير اللي هي توحيد الأديان توحيد الأديان يعني إذا تفي 2.5 مليار مسيحي يعني للأسف الأغلبية الصاحقة رح يمضوا رح يعملوا العقد مع هذه الشخصية طبعا مش الكل رح يوافق لأنه فيه أديان اللي بتآمن بأله بس مفهومين عن الله مختلف وغير عن المفهوم الكتابة فرح يكون في حرب ورفض في نفس الوقت لكن الديان العالمية هاي الوحدة هاي النظام اللي اللي مش بس العالمة اللي هو نظام موحد اللي بيربط نظام عالمي تحت هذه الشخصية لازم يكون الدافع تبعها ديني بل حتى ظهوره ظهور دينيا وحتى ظهور المسيح سوري النبي الكذاب اللي بيروج للوحش بيتكلم عن أمور دينية لأنه أهم شيء في الإنسان هو الدين فإذا انخدع دينيا ساعتها كل شيء يعني ممكن يعمل فإذا أنا حبائي هاي الديانة ديانة شيطانية يجدف على الله والقديسين مكتوب يتكلم بتجديف لأنه بيأخذ وبيستمد قوته من الشيطان يطالب بالعبادة يخدع ويضلل ربما أورشليم رح تكون المركز لأنه هناك قتل الشاهدان بيصنع عهد وبيكسر العهد هذا ممكن يكون مع شعب إسرائيل عنده قوة ذكاء جاذبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر